اشتركوا في القناة 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 تفوت مع أنه دخلوا الأبواب مغلقة يسوع ما بحتاج أنه خليه الشباب بل زي ما حكينا أنه يعني هيك تقاليد شعبية فعيد الظهور الإلهي هو حدث هام كونه شكل الثالوث الأقدس بحدث العمال وإحنا كأردنية نتأثر جدا أنه بنهر الأردن بأرضنا وبترابنا وعلى ظرفتنا فبعطينا هيك فرح عظيم أنه يسوع ببلادنا وعاش هاي الأحداث فإحنا نكتب أن نعيش هاي الأحداث بشكل مباشر ونعيش هذي اللحظات في بيوتنا في عائلاتنا في أسرنا زي ما تفضلت السنة هاي مختلفة راح تكون يعني احتفالاتنا بس المهم العوامي يعني زلابيا العوامي فياكي منذكر الوالدة تعمل لنا زلابيا اليوم فلازم دايما عادة بتعملها بقولها ماما مش متاكليها لأنها سكر يعني حلو كتير اللي بتقول لي لازم نعملها أكلتوا ولا ما أكلتوا لازم أعملها أنا داكلها بس بدون قطر يعني زي لكنا في بوكرة بدون قطر ففي ناس تعملها وبتأكلها طيب كل واحد حسب صحته طبعا بس يعني يديروا بالكم على حالكم هاي العوادي العادات عبونا المتبعة منسميها الشعبية برضو كمان حلو إنه نورثها لأولادنا يعني شوف الأولاد الصغار هني طبعا هاي الأشياء بفرعوا فيها الحلو خاصة إنه معنا الغطاص يعني عم بتغطس الحبة بقلب الزيت يعني شوف التشبيه فلأ واشياء الأكلة اللي بتغطسها بالزيت مثل العوامة يعني وبتطلع بتنزل لتحت تطلع نافخها وبتطلع منفوخها مليانة نعمة نعمة والزيت بركي يعني فهو هذا عمد سيد المسيح على نهر الأردن طبعا نحنا محظوظين إنه على نهر الأردن يعني في بلادنا صار هذا الحدث الكبير نعم فكنا نتمنى إنه دايما كل سنة بعيد الغطاص بيكون احتفاليتنا بعيد عماد الرب بيكون في أعداد كبيرة من كل الأردن حج المسيح نعم والذي يدعب الحج المسيحي واللي بنتظروه كل شعبنا المسيحي المؤمن في الأردن ينزلوا هذا اليوم إلى المغضب في مهر الأردن ويصلوا سوا بعد عيد الميلاد وأيضا كمان في خطاص الروم يكون بعد عيد الميلاد للأسبوع الجاي وإن شاء الله منغطي كله كنور سار بس السنة يعتذروا ما فيها وحيكون حج مسيحي لا الروم الأرثوذوكس لا الكل بس هل مقتصر على آه بس يعني آه يعني آه الآلاف اللي كانت تنزلون يعني رح يكون في احتفال أو أنوا ينزلوا على المختص نحن الاحتفال السبت الساعة 11 صباحا ضمن الاجراءات ضمن طبعا فقط يعني رح تكون الزيارة الأولى لبطرك بير باتيستا بير باتيستا وحضور رأساء كنائس الكاثوليكية فتمت الدعوة ورسلت بهذا الشكل مقتصر على فقط مئة شخص يعني رح يكونوا من الكنائس وممكن من أيضا من الرسميين نعم سفراء من السفراء من النواب المسيحيين ممكن كمان ينزلوا فهذه هي الاحتفال اللي رح تكون على كلنا نحن نتمنى الكل كان ينزل لكن بظروف الاستثنائية اللي نحن فيها عايشين فيها كورونا حفاظا على سلامتكم فيبقى الجهد الأكبر على النور ساد تنقل هذا الحدث لمشاهد صحيح طبعا نحن من الأخبار أيضا اللي موجودة على صفحتنا اللي هو وفاة الموسيقى الكبير لياسر رحباني كان هذا يعني حدث مبارح صار يعني من بعتبره حقبة ثمانية انتهت يعني واحد من عمالقة الغناء والموسيقى والرحبانية اللي عشنا من طفولتنا مع الرحبانية على أصواتهم طبعا البركة بالورثة اللي أكيد ترك يعني أيضا أولاده بيستمروا بيستمروا بالمسيرة فألف رحمة عليه طولت العمر لفيروز كمان نعم نعم فانتهت بموته لكن مستمروا بيروحوا من خلال الموروث اللي تركوا طبعا على الساحة الفنية فألف رحمة وسلام عليه طبعا نورسات لبنان عم توضع فيلم هو ريبرتاج عم تطلب الدعم المادي للمساعدة لإلها لأنه تعرضت طبعا خلال انفجار الكبير اللي صار بمرفأ بيروت تسع استوديوهات من استوديوهاتها اتدمروا على الآخر على الأرض يعني وصلوا وإذا لاحظتوا خلال فترة الميلاد والفترة الماضية كان التسجيل يصير في بيت المدير العام سيد جاك كلاسي لأنه استوديوهات مش موجودة وبرامج قائمة والأمل بده يستمر والعمل بده يستمر وينما كان فالكل حط إمكانياته لنورسات من أجل أنها تستمر برسالتها فمن خلال طبعا هذا الفيلم عم نطلب المساعدة والدعم رسالة نورسات في نشر كلمة السلام والمحبة والطلاقي فهذا هو سبب وجود الفيلم البثائقي لنفرج الدمار اللي لحق بالاستوديوهات وأيضا كمان نطلب من الأيدي البيضاء والأشخاص الخيرين والمؤسسات الخيرة أنها تستمر في دعم رسالة النورسات في العالم كله ونحن مش رح نحكي عن رسالة نورسات لأنه الكل يعرفها من القاصل التحكي عن حالها فلكي تستمر هي بحاجة إلى ولو فرس الأرملة فكلنا مع بعض وروح الله معنا كمان أيضا وأيضا في طبعا نحن كعادتنا نحط الفيديوهات اللي هي نسرة الأردن في أسبوع اللي كانت حافلة بالأحداث الماضية خلال الأسبوع الماضي نحطها تباعا ومنقطعها يعني مشكورين الشباب اللي على السوشال ميديا بيحاولوا أنهم يوصلوا كل حدث لوحده على أساس اللي بيحب أنه يحتفظ فيه أو يشيره فهذا كمان نحن منقوم فيه قداسة البابا برسالته في بداية هذا العام حك كلمة جميلة جدا وكلمة ورسالة جدا رائعة طبعا نحن ندعو الكل أنه يقرأها بتمع وتفهم وإن شاء الله قريبا راح نستدعي كاهن يعطينا ولو شرح يعني أيضا بتعمق عن رسالة قداسة البابا لهذه السنة لهذا العام وأيضا أحداث أخرى من فعاليات ومناسبات طبعا على صفحتنا النورسات وما بدنا نتأخر عليكم نحن اليوم في حلقتنا حسيت عادة بعمل بانوراما لا ما هو بد هل أنواع أول السنة نحن في عنا بانوراما لسه متأخرين فيه بس قلنا نخلص نخلص من البابا بانوراما لعيد الاختص فإن شاء الله قريبا من الفانوراما نشاطاتنا خلال السنة الماضية معنا ما كانش كتير يعني النشاطات كانت داخلية أكثر من إن هي خارجية لكن أكيد سوف نعرج على الأحداث اللي صارت من بداية السنة 2020 نهايتها طبعا منرجع مرة تانية من حي الأشخاص اللي موجودين على البث المباشر وأيضا اليوم الحلقة جدا رائعة اللي هي الحوار أنا بحكي عن موضوع الحوار وحس أني بحكي لحال يا أبونا لا ما هو هذا من أسس الحوار الناجح أنه الواحد يسمع بأدانة التلتين لما إنسان بحكي بده يسمع على الآخر ومشان ما يكون مشغوله بالداخل معه بالفكرة أحيانا كثير مشاكلنا بالحوار أنه أنا بكون صرحان والشخص بحكي وبحضر كيف أدافع عن الفكرة بالطبع لإنسان اللي بحب ينحط بمكان انتقاء أو بمكان فكرة أنه أنت عملت هيك فما بيكون بسمع الفكرة للآخر يمكن يكون بحمد ني هو بحكي بس أنا خلاص من علامات الوجه هيك بطلع هيك فأكون أنا صراحة خلاص بلوك عملت مش سامن حي أنت أنت تقول سيكون معنا الأب فرح إحجازين يعطينا بشكل لهوتي معنا الحوار في الكتاب المقدس وبعدين نتحدث أيضا عن الحوار في الأسرة وأي إنسان أو أي شخص يجد عنده التقافة الكافية وأيضا المعلومة المفيدة بحابب أنه شاركنا فيها بقدر أنه يتواصل معنا بعبر الاتصال الهاتفي هلا الشباب يحطوا التليفون على الشاشة دايما تنسوا يا شباب التليفون على الشاشة لازم من بداية الحلقة طبعا يعطيهم العافي الشباب من الصبح بيكونوا موجودين يحضروا الاستوديو ويحضروا التقنية الفنية يعني التسجيل الصوتي إذا بتلاحظوا كمان إحنا صار عنا تسماعات جديدة يا مبروك الله يبارك فيك يا أبونا عشان تكون الصوت أوضح ما يصير فيه تشويش وتقطيع لأنه كانت السماعات يعني كانوا يقدوا الغرض كتر خيرهم لكن سبحان الله يعني كل إشي بدهم تطوير تطوير وأيضا صيانة وأيضا ندخل بالتقنيات التكنولوجيا يعني المتطورة فشكرا للكم شكرا لكل الأشخاص اللي حققوا هذا الشيء أنا بشكر شخصيا هوني لأنه مبارح كان للمسألة الساعة سبعة ونص ثمانية وهو فارس عباسي الفني الله يسعده مهندس فارس اللي فراس فراس دائما مخربطوا اسمه فراس أم أخوة لا لا أولاد عم فارس عباسي المرنم فراس فراس عباسي مشكور المهندس فراس عباسي للصوتيات شكرا ل يعني تطوع إنه يركب لنا الأجهزة هذه كالتغير ويركبها ويوصلها يعني فشكرا لإله من هوني من منبر برنامج صباحكم نور لشغله وتعاونه ومشاركته لرسالة كمان يعني نعتبركم إحنا كلكم شركاء في رسالة النور ساعة بس أنا عندي أبونا كمان سماعة ثانية وانت عندك سماعة ثانية لعندي سماعة للمخرج واحدة بدانتي والثانية على على التليفون شو بدنا نسعر بارش إذا في واحدة لتنتين سواء 2 in 1 2 in 1 بس يلا منيح على كلين إن شاء الله بيكونوا الأشخاص عم بيسمعوني منيح ما في تشويش بحب إنه حدا يكتب كومنت يقول الصوت واضح تمام الصورة واضحة أساس نستمر بحلقتنا لهذا اليوم باتصالنا مع أبونا فرح جزينا تحضروا الاتصال شباب وأيضا حطوا الشباب التليفون على الصفحة 06 طبعا تليفون أرضي 5833773 5833773 وموضوعنا اليوم الحوار في العائلة بين العائلة مع العائلة اللي بتكم يا الموضوع كلياته بتتلخص في موضوع الحوار والحوار الفعال والحوار الناجح الحوار البناء بكل هاي المعاني من الحوار فنطلع فاصل ونواصل ونواصل عدنا إليكم مشاهدين ومتابعين على صفحتنا نور ساد جوردان في برنامج كوم الأسبوعي صباحكم نور ومعنا اتصال مع الصديق الأب فرح احجازين صباحك نور أبونا وكل عام وانتو بخير بالسنة الجديدة صباح الأنوار وكل عام وانتو بخير كمان صباحك نور أبونا الله يسعد وأبونا جورد خالة فيك الله خاليك تسلم يا أبونا كيف السنة هاي الجديدة عليك إن شاء الله تكون سنة بخير ومثل ما قلنا لما قلنا للرعية لا يكفي أن نقدم الأمنيات ولكن كل واحد فينا يجتهد حتى يجعلها كما نتمناها وليس فقط مجرد أمنيات نعم فعلا يا أبونا بالعمل والجهد الفعل أبونا نحن اليوم موضوعنا عن الحوار الحوار بمعناه يعني المجرد ككلمة حوار فإن كان بالأسرة بحياتنا بشغلنا بمجتمعاتنا أو حوارنا مع الله فنحن من اللاحية اللاهوتية حبينا أنه نستشيرك وناخذ منك من ما فايدة ما لديك بهذا الموضوع إن شاء الله ربنا نقدرنا نعطي كل ما هو مفيد للأسرة هاي الأسرة اللي هي أول مؤسسة إلهية ربنا أوجدها لما خلق آدم وحوة نعم ولهذا السبب باللاحظ الكنيسة أيضا تهتم بالأسرة لن نستطيع أن نقول حتى مستقبل العالم يعتمد على الأسرة والأسرة الصالحة نعم فعلى كل حال موضوعنا مثل ما ذكرت هو الحوار في الأسرة نعم فمقدمة بسيطة بقول ما يلي كثيرة هي المشاكل التي تتعرض لها الأسر المسيحية مما يهدد سلامة البيت ومصير الأفراد بالضياع قد تهدي أحيانا للانهيار البيت فلا يصمد أمام التقلبات والتغيرات الثقافية والاقتصادية والأخلاقية التي تصادفها الأسرة فما عادت الأسرة كما كانت فقد فقدت قيمتها الروحية والإنسانية والأخلاقية فكيف لها أن تربيجي للمستقبل ما عادت تفاهم بين الرجل والمرأة سهلا في ظل تعليم المرأة وعملها ما عادت علاقة الأهل بالأولاد والأولاد بوالديهم مبنية على الاحترام والطاع العمياء كما في السابق فالولد يريد أن يطعم قبل أن يطيع والولد أو البنت أصبح متعلما لربما أكثر من والديه أحيانا وأصبحت وسائل الله والمحطات الفضائية تنافس اللهم في تربية أولادهم وبناتهم فالولد أو البنت تشاهد الفضائيات أكثر مما تصوي إلى والديها فأين نحن من الحوار في الأسرة من بين الأمور المهمة التي تقيب عن قاموس التربية البيتية والحياة الأسرية عندنا هي الحوار بين أفراد الأسرة الواحدة مما يؤدي إلى الجفاء وحتى إلى التفكك والضياع الموضوع مهم ومتاشعب ولكن سأخطط الحديث في الأمور الثلاثة التالية أولا الحوار بين أفراد الأسرة ثانيا أسباب غياب الحوار في الأسرة ثالثا مقومات الحوار أولا الحوار بين أفراد الأسرة وطبعا على ثلاث مستويات الحوار بين الزوجين الحوار بين الإخوة الحوار بين الأهل والأولاد أولا الحوار بين الزوجين ظاهرة غريبة نجدها بين بعض الأسر الحديثة ألا وهي عدم القدرة وعدم الرغبة في الحوار بين الزوجين ما أصعب الكلمات وما أثقل الوقت الذي فيه يطلب أحد الطرفين الحديث مع الآخر مع أن الحوار بين الزوجين هو ضرورة حيوية للطرفين لتنمية الشخصية والحياة الزوجية وروابط المحبة فالصمت ولسيما المتعمد هو قاتل للطرفين وقد يؤدي إلى تفسخ الأسرة في يوم من الأيام فلابد إذا من الحوار بين الزوجين حول مستقبل البيت والأولاد ومعالجة المشاكل اليومية وإذا لم تتكلم المرأة مع زوجها والزوج مع امرأته مع من سيتكلمون مع الجيران وعابري السبيل فلابد إذا من تخط الألنية الفردية والانفتاح على الطرف الآخر الحوار بين الإخوة كثيرا أيضا ما نرى التنافر بين الإخوة في البيت الواحد فلا يطيط أخ أن يوجه كلمة إلى أخته أو الأختي لأخيها في الوقت الذي فيه لا يتعب هؤلاء من الحديث ومرافقة أولاد وبدأت الجيران والحارة وقد تقع المسؤولية على الأهل الذين لم يعرفوا أن يخلقوا مثل هذا الحوار بين الإخوة وقد يكون الحق على الإخوة أنفسهم الذين يبحث كل منهم عن سعادته الذاتية ولا يثكر بمسؤولية تجاه إخوته في البيت إذا الأخت لم تكلم أخاها في البيت الذي يرفض مرافقتها في طلعاته فمع من ستخرج الإخوة يتقاسمون المسؤولية مع الأهل في بعض التصرفات السلبية لأفراد البيت الحوار بين الأهل والأولاد هذا الحوار هو وليد الحوارين السابقين وجود مثل هذا الحوار هو علامة على نجاح التربية البيتية وجود مثل هذا الحوار هو السد المنيع في وجه كل المفسدين وجود مثل هذا الحوار يساعد على نضوج الأبناء في البيت نضوجا إنسانيا وعاطفيا وروحيا صالحا وغياب الحوار بين الأهل والأولاد يعني بداية النهاية لذلك البيت الذي يصبح فقط مثل محطة البنزين لا يتوقف عندها الإنسان إلا لتلبية حاجته من مأكل ومشرب ومنام غياب الحوار بين الأهل والأولاد يعني ضياع الأولاد على مرأة من والديهم غياب الحوار بين الأهل والأولاد يعني التفرق والانقسام ومتى حصل الانقسام داخل البيت الواحد انهارا كما يقول السيد المسيح البيت الذي ينقسم على ذاته يخرب النقطة الثانية أسباب غياب الحوار في الأسرة أولا حياة الروتين التي سرعان ما تسيطر على أفراد البيت إذا لم يجتهدوا في محاربتها ويتخطوا الأنانية ويضحوا في إسعاد الطرف الآخر فيبحثوا عن سعادتهم في إسعاد الآخرين لا في إسعاد أنفسهم على حساب الآخرين لا يخرج الإنسان من أنانيته إلا بالتضحية والعطاء السبب الثاني هو اختلاف العقليات بين أفراد الأسرة لا سيما بين الأولاد والأهل والتي فيها يحاول كل طرف جر الآخر للتفكير كما هو يفكر وإلا أعلن عليه الطوارئ وننسى أن اختلاف العقليات بين الأجيال قضية لا حل لها سوى التقبل المتبادل أي تقبل الاختلاف في الرأي والتفكير من غير المعقول أن ينتظر الوالدان من أولادهم أن يقلدوهم في كل شيء ولا الأولاد أن ينتظروا من والديهم أن يفكروا بطريقتهم الخاصة هذا ما يدفع كل طرف إلى مقاطعة الطرف الآخر على حساب حياة الأسرة الهانئة فتقبل اختلاف الرأي والحق في اختلاف الرأي هو الحل في اختلاف عقلية الأجيال ثالثا مقومات الحوار يقوم الحوار بين أفراد الأسرة كثمرت حياة مسيحية مشتركة يعمل فيها الفرد من أجل الأسرة والأسرة من أجل الأفراد يقوم الحوار في الأسرة عندما يؤمن الإنسان أن الحياة في الأسرة هي أخذ وعطاء فلا يفكر أفرادها فقط بما تقدم أو يجب أن تقدم لهم الأسرة فليجب أن يفكر كل فرد من أفراد الأسرة ماذا يجب عليه أن يقوم هو لإسعاد الأسرة لذا لا بد من الأمور التالية لتقوية الحوار وبالتالي صمود الأسرة أمام صعاب هذه الحياة من مقومات الحوار إذن لا بد من الأكل معا حول مائدة واحدة تجتمع أفراد الأسرة لا بد من الصلاة الجماعية في الأسرة الواحدة لأن الأسرة التي تصلي هي أسرة متحدة لا بد من الاجتماع بين جميع أفراد الأسرة الواحدة ومناقشة مستقبل الأسرة وأفرادها لا بد من الاجتماع بين أفراد الأسرة الواحدة للتعاون معا على مجابهة الصعوبات وإيجاد الحلول لها لا بد من أخذ قصد من الترفيه والتنزه معا لا بد من المساواة في التعامل بين أفراد الأسرة الواحدة من قبل الأهل فيما يخص المديح والمكافأ والقصاص والمصروف ممارسة التسامح في العائلات إنها مسألة حياة أو موت في عائلاتكم طوبة للأسرة التي لا تغرب الشمس على غضبها والويل للأسرة التي يعشعش البغض والحقل في قلوب أفرادها أسابيع وأشهر وسنين طويلة أختم كلمتي بهذه الحقيقة إن الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي يحتاج إلى بيئة اجتماعية لكي ينضج وليس في بيئة أفضل وألقى وأزقق من البيئة البيتية وليس هناك من بيئة يمكن أن تعوض عن هذه البيئة في تهيئة ونضوج الشفق الإنساني في جو من المحبة لأن المحبة وحدها تستطيع أن تجمع وتوحد جميع أفراد الأسرة حتى وإن اختلفت آراءهم كما يقول لنا القديس بولوس عن المحبة المحبة لا تفعل السوق ولا تصعي لمنفعتها ولا تحنم ولا تبالي ما ينالها من السوق ولا تفرح بالظلم بل تفرح بالحق وهي تعدل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء وهذا كل ما أردت أن أقول حول موضوع الحوار لعل وعسى يدخل الحوار في بيوتنا ونتحاشى الكثير الكثير من المخاطر التي تهدد خيانها ووجودها وشكرا لكم شكرا لك يا أبونا فرح على هل أنت وضعت النقاط الأساسية في الحوار وأهمية الحوار والحوار الفعال فعلا يعني كلام غني كله معاني وأسرنا يعني أنا دايما أقول عائلاتنا يريت أنها تسمع هذا الحكي وأنها تحاول تطبقه ولو يعني بجوزء بسيط يعني تعمل أقل مجهود تعمل أقل مجهود أنها تسمع تحاول تتعامل مع أبناءها لأنه زي ما تفضلت صاروا الأولاد يفكروا حالهم أشطر من أهليهم بفهموا أكتر منهم نتيجة أنه أنه صاروا أعلم فيهم بالتطور التكنولوجي والعلم إلى آخره فكروا أنه هن اللي بفهموا أكتر ففعلا أنت حطيت يعني إيدك على الجرح لأنه في عائلات كثير عم بتعاني من هذا الأمر فمنشكرك أبونا ومنشكرك على هل دايما الزاد اللي بتعطينا إياه دايما في برنامجنا صباحكم نور فمنشكرك ومنتمنى لك يا ربي سنة يا رب مبارك خير بصحتك تضلك وبرعيتك برسالتك تضلك تعطي والعطاء المتميز كمان فمنشكرك أبونا إن شاء الله إحنا دايما في خدمة ربنا وخدمة الأسرة وخدمة الكنيسة تسلم يا أبونا تسلم يا أبونا بس عن جد المصطلح أعجبني كثير لأنني مرات هيك بقولهم لأولادي بالبيت يعني عن جد بتحس أنه فيه أولاد بحسوا أنهم بس جايين عبوا بهالمحطة ويطلعوا على وجبات الأكل بطلعوا والباقي كل واحد بقلطوا يا على الألعاب الإلكترونية يا على الموبايل يا على الأونلاين تدريس فبطلعوا بعبوا بس بجوعوا بطلعوا بعبوا زي محطة البنزين بقلهم شوية نحن بكازية تعجبني المصطلح أبونا يعطيك العافية دائما بتنتقي أشياء شعبية يعني بنحس فيها بواقعنا الحقيقة الله خليك ربنا كثير أبونا يعطيك ألف عافية حبيبي صلي لنا يا أبونا صلي لنا شكرا أبونا يعني فعلا ما تكلم فيه أبونا فرح يعني أجاز وأوجز بكل اللي بنتحدث فيه نعم بموضوع الحوار في الأسرة طبعا نحن ننتظر من المشاركين أسئلتكم وأيضا كمان اقتراحاتكم وإذا في عندكم أي فكرة بتحبوا تحكوها وتشاركونا فيها رقم التليفون نرجع ونعيده 065833773 طبعا ومنصبح على كل أصدقائنا الموجودين على صفحتنا بطرس دبو صباح الخير وأسمى بقاعين صباح المحبة والسلام إيفون حتر إنفادي سعد صباحك يا إنفادي سعاد ميخايل صباحكم مبارك مهاش عبان سعد صباحك وأنجي هاكوبيان صباح النور جميعكم إيفون حتر مرة تانية بتتمنى لنا أسنة جديدة مباركة جونيا لويس جبرا ويتمنى لنا كمان في هذا العيد ورأس السنة إن شاء الله ربنا يبارك وينشر المحبة والسلام في قلوبنا وفي العالم أجمع مروان الصايغ يسعد صباحك مري كريسماس and happy new year كفاح شافيق هلا سيء يسعد صباحك أبونا وفادي انشيوات وفادي حنانية ومعنا ولياس دباب بن عماد صحيون صحيون وانيهاد ضمن أخواننا من أستراليا صحيون ومعنا من العواب مشيال الحجازين وخالد أبو حساحيش حساحيش سوريا مش عارف اللقب لميس نبر حره يسعد صباحك صباحك نوريا أخت لميس وأيضا كمان من أبنائنا وأخواتنا الموجودين في دول اقتراب فاتن يونان عند جو جبريل فادي حنانية وفراس عاذر ونزيح عمارين ومجدة البير فاتن لانا الصناع ومريم دبابني وتوفيق جميل وجوليا نونو وتريز جميل وبطرس أقابي عيسى سامح وأيضا سميرة إسحاق ميري النمري سليمان سالم وهبا مخايل وأسد برقان إيفو كولان أسد برقان ترك جملة جميلة الحوار هو تعليم يبدأ من الصغر أو من البيئة وحتى المدرسة ويجب أن تكون هناك مادة لتعليم الحوار وقبول الآخر ولكن في هذه مجتمعات صعب الحوار وقبول الآخر في صعوب صحيح يسعد صباحك أبرينا على حبيبنا دائما ما تناقش أنا ويا نعم إيفو كولان ونهاد شربل ورندا أقابي ومحمد علي البراري ورحب سلامة كلهم عم بيحيونا وبتمنون لنا تؤمنيات جميلة لهذه السنة شكرا لإلكم شكرا لمتابعتكم بصراحة أنتوا سبب استمرارنا في هذا البرنامج والاستفادة اللي عم بتنالوها من خلال برنامجنا وموضعنا اللي عم نطرحها يعني ومشاهدتكم ومتابعتكم هي اللي بتخلي استمرار اللي عم نعمله اللي نحكي ولا بعدين كان وقفنا هذه السنة نحن يعني شاكرين لكم المتابعة وشاكرين لكم محبتكم فردا فردا عشانك أنا بحب يعني أذكر كل شخص عمل مجهود وتابعنا على صفحتنا على الفيسبوك وعم بيسمعنا وبيكتب كومنت أو تعليق على هذه الصفحة فهذا المجهود احنا كثير من نباركه ومن قدره شكرا لإلكم لأنه هي رسالة الإعلام يعني إذا ما كان فيها مستمعين فبتصفي رسالة ناقصة ومنفوخة هوا ملهاش معنا فبمتابعتكم واستفادتكم ومشاركتكم أيضا تشاركوا بتعليقاتكم تشاركوا الحلقة على صفحات الآخرين على المجموعات على أصدقائكم تذكروا منشن لأصدقائكم عساسي تابعوا معنا كمان هذا البرنامج الأسبوعي فبنكون نحن كمان شاكرين للكم فراح يضل البرنامج على الصفحة طبعا خلال الفترة الجاي لأنه في أشخاص مثلا بيكونوا برات الأردن بتوقيت بيختلف فبيقدر كمان يحضروا الحلقة لكن طبعا المحزوز اللي بيكون معنا على المباشر بيقدر نتواصل معاه في حوار مباشر طبعا أبونا في بداية الموضوع الحوار يعني نحن هلا الموضوع زي ما بقولوا الكلام النظري والروحاني نحن على جانب وجانب الآخر اللي هو الحياتي اللي منعيشه انت كيف بتمارس الحوار في أسرتك في عيلتك انت عندك اسم الله أربع ولاد نعم فيعني كيف تقدر والولادك من عمار مختلفة يعني عندك المراهق المراهق للطفولة للطفولة فانت حكيتني وإحنا طبعا قبل الهوى خبرتني كيف انت بتمارس الحوار في المنزل وعجبني هذا الأسلوب اللي انت بتمارسه فهل انت بتلاقي كمان ناجح يعني نعم في الحقيقة بأسس الحوار الناجح يعني اعتبار من الكتاب المقدس يعني والشواهد كثيرة يعني من خلق الله تعالى لأدم وحوى لما قاله ليس حسنا أن تكون وحدك سأصنعنا لك يعني حتى الله بعضمته الخالق مع المخلوق يعني شو الإنسان الذي جبله من طين كان ومع ذلك قاله يعني بمعنى شو رأيك يعني ليس حسنا أن تكون يعني أيش حط المصلحتك يا آدم يعني وكأن الله يقول لآدم أنا شايف مصلحتك هيك وهذا هو انطلاق حواري مع ولادي مع عائلتي مع هيك خصوصا الكبار يعني بدي أحكي انطلاقا من مصلحتكم أنا بشوف هيك وبشوف من المناسب أنه يكون هيك وهذا بالنهاية إليك أنت مش إلي أنا نعم دائما بركز على هاي الأفكار أنه العلامة العالية التفوق حتى لو كان فني تفوق بأي مهارة هو بمارسها أنه في النهاية هذا بميزك بالمجتمع الموهبة الحسنية إحنا بنساعدك بسقلها ولكن في النهاية مجهودك الشخصي هذا في النهاية أنا وين أهلي وين يعني بيقدموا أهلك لمرحلة معين بس بعدين بدك توصل لمرحلة تعتمد على نفسك تعتمد على ذاتك لذلك إحنا بنتشارك مع بعض إننا نقدر إن نلاقي أرضية تتحاور عليها واللي بعلمون مرات كثير ولادنا إنه خلوني أعبر عن فكرتي يعني مطالب لولاد دائما إنه خليني أكمل فكرتي خليني أحكي ولو سمحت ما تقاطعني فهونا بتحس إنه ابنك وصل سن النضوج بحس إنه أنه أنت بده يعبر عن فكرته بعدين بتقوله أنا موافق لازم تقوله ببداية إيشي إيجابي بالحوار يعني ركز على الأشياء الحلول حكاها بس في شغلة أنا وجهة نظر إنه مش وقتها أنا بشوف كمان إنه معك حق انت به هاي النقطة بس شرائك اقنعني فيها أكثر خلينا أفكر فيها خصوصا الشغلات اللي بدها تمويل بده شغل اللي بدها تمويل وأحيانا تتجاوز ميزانية الأهل ممكن يكون الواحد مش قادر على دنا اليوم في أشياء يعني أولادي الكبار من ثلاث أعياد ميلاد الماضية صارت كل هداياتهم باسووردات بابا تبعث لي رقم اللعب الفلانية أو الكردت تبع البلاي ستيشن حتى لما يروحوا وكانوا قبل الكورونا يعايدوا على أصحابهم إعياد الميلاد الهدية بتكون الباسوورد للعبي بحبها صاحبه يعني بقولهم طب نجيب طابة يضحكوا علي طب إذا صبي بتكتجيب لها لعبة يعني هاي عمره ثلاث سنين أربعة سنين شو كمان في مواهب رياضية في مواهب فنية أنه اليوم خصوصا مع الأونلاين مع المدرسة مع الهيك فصار كل شيء إلكتروني وفي تسويق عالمي لهاي يعني أنت أبونا بتلاقي في صعوبة أنك أنت تتأقلم مع هذا التغيير فيه طبعا بتلاقي أنت كأب يعني في صعوبة فهل هذا بيعطيك بيولد عندك شعور بالانزعاج مثلا وأبوات بيخليك تطلع زي ما بقولوا عن طوره الواحد وقلق وخوف يعني بالنهاية أنه أنه أولاده عم وصلوا بمرحلة أنك أنت مش مدرك يعني مش أنه إدراك لكن وصلوا بمرحلة أنت لا تتقبلها أنه أنت كيف كنت وكيف عاشوا وكيف عشت وأولادك كيف قاعدين عم بعيشوا أحيانا حتى لغة الحوار مع الأولاد تختلف عن لغتك أنت ببتحس أنك أنت بتحكي بواد والأولاد عم بيسمعوا أو بيحكوا بواد تاني يعني مش قاعدين على قاعدة واحدة من المعاني المشتركة أنكم تتبادلوها فإيش هذا سببه أكيد زي ما حكينا وزي ما حكي أبونا فرح قبل قليل هي الأجيال تعاقب الأجيال واختلاف الثقافات والمفاهيم الاجتماعية يعني الأسرة اليوم مع العالم الجديد يعني زي ما حكينا الحلقة الماضية قاف قاف قبل كورونا وبعد كورونا التاويخ صار الحياة العلاقات الاجتماعية تغيرت خفت يعني ولاد العم يعني ولاد الخال ولاد الخالات واللي كانوا هذول بالأعياد اللي تموا بالهيك اليوم نشوف أنه في سنة ما شافوا الأقار ببعض وصار في هوة ثقافية بينهم بين بعض كل واحد راح مكان كل واحد اختلفت هاي طبعا من الأسباب التطور التكنولوجي اللي على الأهل أنهم يواكبوا بنفس الوقت تعملوا المزيج أنه ما تكون حياتنا كلها على الأونلاين ما تكون حياتنا كلها إلكترونية نعمل هالمزيج مع التحافظ حفاظ على الأسس التباعل ولكن ما نقطع صلة الرحم الاخوان مع خواتم هذا العيد ما عيلت ولا حدا ولا المقربين جدا يعني اللي بنفس مكاني ما رفضت أني أنا ألف عن ناس وهيك في ظروف صعبة يعني جاينا لغطاص هذا يبدو نكرس البيوت يعني في مشاكل كثير الصعوبات ولكن على أرض الواقع نحن نشوف الحوار أنه تسمع وجهات نظر الناس الثانين أكثر العظماء والملوك والقياصر زي ما بيحكوا كان عندهم مستشارين لكل شغلي ما في إنسان أو أب أو أم بفهم كل شي لما أفكر حالي أنا بفهم كل شي هنا بقع بصعوبة فدالما بحكي لأولادي بقولهم أنا الخبر التراكمية اللي معي بحكم تقدمي بالسن عنكم أكثر منكم هذه قاعدة ثابتة أساسية ولكن قد يكون لديكم المعلومات في مجالات معينة أكثر مني بكثير يعني أنا درست كل دراستي بالعربي أنت اليوم كل دراستكم باللغات الأجنبية فصار في عندكم ثقافة مختلفة تشخيصية للأشياء اللي حواليكم يعني صار في عندكم كمعلومات أكثر مني أنا ولكن أنا عندي الخبرة التراكبية في مجالات اجتماعية معينة بكون أكثر في الروحانية معينة لكل واحد فينا بيتميز يعني مثل ما بيحكوا لكل شاب لكل طفل لكل فتاة في البيت بتأثر بشخصية أمها بتأثر بشخصية أبوها في النهاية بتتكون هي شخصيتها المستقلة اللي بتتعيش مع أسرتها الجديدة بتنتقل من بيت أهلها لبيت الزوجية بتتصير في علاقة مع عائلة ناشئة جديدة حماتها وحماها سلفاتها يعني هاي كلايات الصعوبات اجتماعية ما بيوفرنا إياها جوجل ما رح أسأل جوجل فيها الأخلاقيات الدينة العائلة المسيحية اللي بيوصل الفاتيكان برسائل دائما لأجل الأسرة لأجل العائلة هاي كلايات هالمفاهيم نأخذها من الأكبر مننا لازم يعني زي ما احنا أخذناها أخقياتنا وثقافتنا في النهاية من البيت من الأسرة نعم أبونا أبونا في الكتاب المقدس فيه كثير شواهد على أنه كان يخاطب ربنا الأنبياء ويحكي معاهم في لغة حوارية يعني فيه كثير شواهد في الكتاب المقدس صار فيه حوار بين ربنا مع أنه وربنا يأمر يعني لكن صاحب السلطان يحاور نعم كان ممكن أنه صاحب السلطان عم بيحاور يعني الأشخاص مع أنه الرسالة واضحة يعني بالنسبة له هدول الأشخاص بحاور موسى مثلا والأنبياء الآخرين زي ما أنت تفضلت آدم وحوى لما خلق آدم أنه حصل لوط حصل على ما يقل له رح أهدم سدوم وعمور وقال له إذا لقيت فيها قد أعطي يعني إبراهيم يعني إبراهيم لوط كان ممكن ما يسأله ويحرق لأنه الله أعلم واخذ منه دسكام تمرتب يعني يعني صاري فاصل ويأخذ خصومات على الأعداد المؤمنين الموجود على كذا وبنشوف كثير موسى كمان لما صعد على الجبل لما أعطال الوصايا ويحكوا دايما كنكتة يعني بيحكي أنه موسى استقلهم الشعب العبراني بحب يفوت باليمين بشماب في عنده أسس قداش يغسي إيده مرة يعني في عنده قواعد متعود عليها فرأى موسى قال لربنا أنه إذا بدي أرجع بعشر وصايا رح يقلال يعني إحنا بدنا تعليمات أكثر هذا الشعب متطلب قال له لا هي بس هن عشرة انزل الشعب متى ما طبقهم بزيد الكوم إياهم ومن هداك اليوم لهذا اليوم بعده ما طبقهم الشعب ما حفظوا العشر وصايا مشان يعطينا ربنا إيش جديد بعد بعد مخالفة الوصايا سائب في المجتمعات وبعد في صعوبات وبعد في حياة ولكن إذا الله صاحب السلطان صاحب المجد الخالق المبدع الكون كلياته إذا الله القدي بتحاور مع الإنسان وبحزن عليه يعني يسوع المسيح نشوف كثير مواقف بكى غضب حزن يعني لأن يسوع المسيح مثلا كثير في مشاهد من الحوار اللي قام بها مثل مثلا المرأة السامرية يعني يحاورها مثل أنه نقوديموس يتسأله وهو يجاوب بالزبط ويفهمها وهو يتفهمه لحد ما وصل هالرسالة من خلال الحوار ما أعطاها إياها كاملة نقوديموس كمان نحوار صحرة قويلة نعم مع نقوديموس وحكاله عن ولادة الروح ولادة الروح معمودية ذكى العشار كمان الخاطئ حاوره عساس يوصل له الفكرة ونزل عنده بحس إنجيل يوحن كله حوار نعم إنجيل يوحن كله حوار فكان يستعمل حوار فإحنا على موضوع الحوار في الأسرة إذا رجعنا للكتاب المقدس كيف كان حوار السيد المسيح مع الأشخاص يعني كان هذا أكبر درس في الحوار الفعال فعلا يعني لو إحنا منرجع لكيف يسوع المسيح كان يحاور الشعب بكل محبة وتفهم واستماع المرأة الزانية كيف كانوا ينصط إلى أصوات اللي كانت تطلب رجمها وقتلها وموتها وإلى آخر هذه المرأة الزانية قدامه ما تطلع عليها ما قبل يحكم عليها لأنه قرد يسمع الأحكام وحكى جملته الشهيرة من منكم بلا خطيئة فليرجمها بالحشارة هاي المسامحة لأنه تصالح مع ذاتنا بحكم إنه إحنا ممكن نخطأ بنفس الموقف اللي خطأ فيه هذا الموقف كسبها بدل ما هو يخسرها كسبها وصارت قديسة في النهاية يعني لهاي الدرجة فبالحوار بتقدر تعمل تغيير وبالحوار بتقدر تعمل سلام بتقدر تعمل محبة فعل محبة أكتر تعاون بالحوار تفهم في الحوار تطور في الحوار نمو وغنى يعني الحوار جدا مهم إذا بس معك ممكن أغير أفكاري كمان فعلا يعني فيه عالم ألماني أريت يعني وأنا عم بحضر بموضوع الحوار عالم ألماني عمل تجربة مع أنه تجربة جدا لقيتها قاسي جدا جاب أطفال حديثي الولادة وأسمهم اسمين قدم لهذول أطفال حديثي الولادة حطهم مفصولين تعمل تجربة قدمهم طعام والشرب والملبس والدفق وكل بس ما خلى حدا يحكي معهم وأطفال تاني خلى حدا يحكي معهم فلقى أنه الأطفال اللي تم التحدث معهم والناس تتفاعل معهم وفي إعطاءهم الأكل والشرب كذا اتطوروا ونموا وكبروا لكن الأطفال التانيين ما بدي أقول وين وصلت المرحلة لأنه للموت لكن نموه كان جدا ضعيف مر أمراض كان ضعف شديد وفي منهم من فارق الحياة من هذه الأطفال فوجدوا أنه الطفل هو مخلوق اجتماعي من البذرة من بطن أمه يعني ربنا خلقه هو مخلوق اجتماعي ما بيقدر يعيش من دون التفاعل الناس ما بيقدر يعيش عشان هيك الأم بتلاقي الطفل ينمو من تفاعل ودفئ وحنان وعاطفة الوالدين وخاصة الأم خاصة في بداية حياته إذا ما كان هذا موجود بتلاقي أنه في نقص في تطور ونوم الطفل إن كان الجسدي والنفسي والعصبي والعقلي كثير كثير بيأثر أبونا فالحوار لازم يبدأ يعني وفي دكاترا كمان في برنامج تغريدات عائلية مع الدكتور الإندا أبو جابر نحن حكينا كثير على موضوع الحوار وقالت إنه الحوار يبدأ من الحمل يعني تتحاور وتحكي مع البيبي وهو في بطن أمه يعني الاستاتيك ما خلق إنه الحوار شوف له وين يعني أوقات كثير إحنا مقصرين بأي ناحية لأنه منفكر إنه الولاد ما بيفهمه وما بيحسه عادي ما بفهمت صير الواحد يقعد يحكي إيش مكان قدامه مثلا الولد عمره سنتين بيحكي ما هبه ده بقلي مثلا بيحكي يا بالنميمة أو بالكذب أو كذا وهيك وبتلاقي بتقولك حكيت قدام الولد بقولك لا أما هو ما بفهم بفهم كل شي بفهم نظرات عينيك بفهم نبرد صوتك إذا أنت مبسوط أو مش مبسوط أو زعلان ترى أطفال بتنمو وبتشوف أول مواجهة مع شخص معين إنه كانت نبرد صوته عالية مزعجة أو إنه كان مكشر بتلاقي الولد بيكبر هذا الشخص ما بيحبه فبقوله أنا غريب يعني إنه ما بيحبني ليش شو صار في بيناتنا وكذا وهيك الولد ربا خيلته صورة لهذا الشخص وخباها لما كبر وشافه صار عنده هاي الصورة يعني تجاه هذا الشخص يعني أنا لما شفت إنه ودرسنا تطور الطفل العقلي والإدراكي اتفاجأت من القدرة الاستيعابية لعقل الطفل الصغير يعني هالمخزون اللي بيحطه أنت بتشوف أبونا بتطور الطفل خلال سنتين بصير يعرف يحكي وبمشي وبعبر على أفكار وبعبر يعني خلال سنتين أنت مثلا بدك تتعلم لغات يعني قديش أنا عم بحاول أتعمل لها اللغة الإيطالية صار لي فترة طبعا الصغار أسرع يعني شوف قديش عندهم الطاقة طبعا أسرع منا دكتور أسرع منا طبعا لأنه الخام نظيفة ما في مشوشات لا الضعف أو ثلاث أضعاف اللي أنه مو عن الشخص البالغ فنحن كتير نهتم بالأطفال بهاي المرحلة أنه نربي فيهم الحوار مبدأ الحوار منهن أطفال صغر حتى لو ما بفهموا يعرفوا أنه مثلا البابا والماما بدهم يحكوا مع الطفل حتى لو ما بفهموا بيقعدوهم بيحكوا معهم بتبادلوا الحديث كيفك أنت اليوم ليش زعلان اليوم أنت زعلت ماما ساعدت ماما ما ساعدت ماما هاي في البداية يعني أنك أنت تبني هاي القاعدة من الحوار بالعائلة طبعا اللي هو مبدأ أنا بعتبره مثل يعني مثل قانون في العائلة أنه لازم يكون في حوار بعد ما يكبروا الأولاد ويصيروا مشغلين بأشغلات مشاغلهم بدراستهم على القليل مرة واحدة في الأسبوع هلأ في ناس يعني بتحكي بتقول أنه هذا حكي نظري لكن أنا مثلا في العائلة عندي الولاد قبل ما يناموا لازم نحكي معهم كل الولاد بتيجي لازم نحكي معهم كيف كان يومكم شو عملتوا اليوم إيش مشاكل اللي بيحكي بمشاكل اللي صارت أو إلى آخره هلأ أوقات كثير بيحكوا بس ما بدهم هن يسمعوا أي توجيه أو أي نصيح لأنه هن بس فقط للمعلومة يعطيك إياها إحنا ما منتدخل لأنه هن مقدورهم مقدرتهم دبر حالهم أنهم يحلوا مشاكلهم لكن بيحبوا أنه يخبرونا أنه هيك صار معاهم فقط يعني كثير مهم يعرفوا الأهل أنه أولادهم لما بيحكوا معهم ما بدهم حدا يحكم عليهم أنت غلطان أنت ما لازم كان سويت هيك أنت ما كان لازم يعملت هيك الولد لما بيحكي أو الشاب لما بيحكي مشكلته لأبوه أو البنت لما بتحكي مشكلتها لأمها بدأ حدا يسمعها بدأ حدا يحتويها بدأ حدا يحضنها بدأ حدا يقولها يطبطب عليها وإنه هذا الشعور مؤقت وبيزول مع الوقت ما يفكر أنه هذا دائم هذا الشعور فلما يتوجه ابنك لإلك يعني هذا كثير كثير مهم أبونا لما بتوجه الولد للإبن أو البنت لأمها تطلب منها النصيحة تقولها ماما شو أعمل بهذا الموضوع ساعتها الأم بتها تقدم نصيحتها وتحكي لها إياها تقولها هذا رأيي أو الأب لما الأب يقول له أنه صار معي مشكلة بالشغل صار معي مشكلة في الهاي بابا إيش أعمل بهذا الموضوع أنت شو رأيك لو كنت ما كاني إيش رأيك هوني أنت بتتدخل وبتصير تحكي رأيك وإيش الموضوع أما وإبنك يحكيك الموضوع أو يحكيك المشكلة ما تحكم عليه ما تكون أنت القاضي بأي موضوع بيحكيه ابنك اسمع له لما يطلب منك أعطيه إذا ما طلب منك ما تعطيه لأنه ما رح يسمع في فكرة براسه بده بس يحكيها وما بده يحط فكرة تانية أو يجيب فكرة تانية لأنه بس هو بده تكون مستمع هذا كمان إحنا بنقول الحوار الفعال والاستماع الفعال يعني هي جهتين الحوار فيه مرسل ومستقبل فالمرسل أوقات يعني بده حدا مستقبل إذا أنت ما استقبلت فبضل لك الواحد يحكي 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 على الفاضي إذا ما استقبل إنت حكيت في البداية أنه أنا عم بحكي بسرح الواحد بصير يقعد يفكر أنه شو بدي يجاوب شو بده يرد علي شو بدي يقول لي لا أنت غلطانة أنت لا مش هيكي لازم كان تصرفتي كان لازم هيك عملتي بصفي الواحد اللي عم بيرسل المعلومة بواقف بقول لك هذا ما عم يسمع لي فما رح أحكي معه ومرة ثاني رح ياخد موقف مرة ثاني ما رح أحكي معه شان هيك بصير فيه كتير من الأهل يعني بقولوا ولادنا ما بتحكي معنا هو مش إنه ولادكم ما بتحكي معكم لأنكم أنتوا غير مؤهلين أو غير كفؤين أو غير أنتوا ما بتعرفوا إشي لا أنتوا مو مستمعين جيدين للأسف وقاتي كتير الأهل ما بكون مستمعين جيدين البنت والإبن عم نحكي إنه التكنولوجيا والمعلومات الإلكترونية والجوجل ما خلى معلومة مخباية فلما الولد بده معلومة صار يدور سيرتش على الجوجل أنا مثلا لما بكون لإبني أو بنتي أو مثلا حتى لكينتي هلا وأحفادي لما صارت هذي كل مرة عم نحكي إنه الطفل بعمر السنتين إيش إيش الأشياء اللي بعملها الأفعال اللي بعملها لأنه شايفي حفيدي إنه زيادة حركة بصيح عنده كلمة لا على لسانه لا لا دايما بدك تأكل لا بدك تلعب لا بدك تنام لا بدك تدافع عن شخصيته فهلا بدك تربي شخصيته فالوالدة أمي الستة عم بتحكيلي بتقولي هذول الأولاد يعني من عمر السنتين هذول صار على بكير بتقولي شو هات صار هيك على بكير يحكي نو هيك شو ضل فروحت أنا عملت جوجل سيرت جوجل إنه بعمر سنتين إيش هي الاشياء الحركات والاشياء اللي بعملها فعلا عم بيوصفوا حفيدي يعني بحركاته إنه كلمة إنه لا هذه لا 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 الأكل ما بطل ياكل حركته لزيادة بدو يمسك كل إشي بدو يجرب كل إشي بدو يعرف هاي الكاسة إذا حطها هون حطها وقعت ما طارت بدو يعرف يعرف طبعا يعني قانون الجاذبية لنسا ما بفهم وما بذركه بس بعرف إنه أنا كل ما أمسك هاي بفلتها بتنزل على الأرض ما بتطلع فوق كله بدو يجرب ه فنحنا طبعا نكون حريصين ما نحط الإشياء الغالية على من إيديهم أما ما في واحد يجي بقولك لا لازم تأذبي وتعاقبي إنه ما يمسك مواد كله أسري بتعلم فأنا أخدت المعلومة عن الجوجل مظبوط أمي موجودة عم تحكي بتقول إنه الأطفال بهذا العمر هيك صاروا بهاي الشخصية القوية هذا الولد أكبر من عمره عم بتصرف أكبر من عمره من وراء ما بيشوف وعلى الألعاب ومن وراء الأشياء صاروا كلياتهم بدهم ألعاب ويمسكوا تلفزيونات والبرامج للأطفال فبقولها لا هو هذا إشي طبيعي هاي وبحكو لك هون إنه شوفي وعلى تقرأ وهي تحكي أوف يعني إنه أخدنا المعلومة إحنا أولادنا المعلومة عندهم وطريقة فعلهم أو طريقة أخذ قراراتهم إذا بدهم معلومة علمية ثقافية عم بيعملوا جوجل ما بدهم يسألوا أبوهم وإمهم ما بيسألوا بسهم إنه بدهم ناس يستمع لهم إذا وقعوا بمشكلة وقعوا في أمر بدهم قرار معين بدهم قرار شو رأيك أبونا بللي حكيت وحكيت كثير لا بالعكس لأنه لما حكينا أنا وحضرتك إنه منحكي من زي ما بيحكوا تطبيقي براتيك بحياتي في أمثل يعني بهاي أقوى من الأشياء النظرية لأنه جان جاك روسو حكا إنه ألفت نظريات بالتربية وفي تربية الأولاد ولهيك ولكن لم تناسب ولا أحد ولا واحد منهم ناسبة أولادي نعم يعني مرات كثير نشوف كذا بس كل حالة فريدة أي بصمة البنية يعني كل شخصية الطفل هي مثل البصمة مختلفة ما في شخصية للتاني وما حاولت أن أعمل شخصية ابني مثلي ما رح تزبط معا يعني في عوامل كثيرة مرة حكا فيها الدكتور المصري نعم الدكتور عامر لما حكا في عوامل جينية وفي عوامل مكتسبة في عوامل مدرسة يعني في عدة عوامل وراثية صعبة جدا مش سهلة لتكوين شخصية وإنه دائما بالكتاب المقدس أنا بحب رسالة قديس بولس لتلميذو قال له بداية قديس بولس قال له ما تخلي حدا يستهين بعمرك الزغير يعني اثبت موجوديتك حتى لو كان عمرك الزغير ثقف حالك بمطالعة الكتب الروحية يعني تخيل هذا القديس بولس قديش آلاف سنين قاعد بوصي تلميذو في أساس بعدنا اليوم نحكي لأولادنا ومدارسنا بتشجع وكلنا بنشجع القراءة كمان الأطفال القراءة مهمة كثير بتتزودهم به نوع مختلف ما رح ياخدوه من أي شيء ثاني ولا من أهلهم ولا من ألعاب ولا من الأشياء كذلك في أعمال الرسل في حوار صاخب وحوار كان ذو مستوى عالي جدا بين قديس بولس وقديس بوترس وكان في بداية انخلاف الحوار سبب أنه تذوب المشاكل الجليدية إذا جازت تعبير الدوب لما يكون في حقيقة وشمس ساطعة بتدوب البلوكات الجليد لأن كل الخلافات العائلية بلا استثناء هي عبارة عن جليد وليست حجارة وليست من صخرة هاي الوسائل الموجهة لها كل عندهم مشاكل سواء الزوجية وسواء بين الأفراد زي ما حكى أبونا فرح بين الإخوان مع بعضهم الغيرة والأنانية والحب التسلط الكبير الصغير الأسر الكبيرة يعني أنا بعرف كثير من الأصدقاء عندهم عشر إخوة مثلا ما بين خواته ما بين إخوة وبتعرف حضرتك بالزمنات كانت الأسرة أقل من عشرة نادرة تلاقي يعني كانت الأسرة ممتدة وكبيرة لذلك بنشوف في الحوار ما بين القديس بولوس والقديس بوتروس كانت فكرة كيف يدخل الوثني المسيحية فكانت المشكلة أول شيء بالقدس بالميلاد الفلسطين إنهم أغلبهم يعني 99% اللي بداية كانوا يهودهم فهم أصلا موحدين يعني بعرفوا أنه الله خالق الكون إله واحد ضابط الكل اللي فيما بعد أخذنا بالمجمع النقاوي والقانون الكنيسي الإيمان تاعنا اللي بحكيه اليوم نؤمن بإله نواحي كانوا يهود متفقين عليه وعارفين أنه الله هو هذا الخالق الكل ولكن صعوبة كانت في الوثنيين اللي جايين من أصول يونانية من أسبارطا من أثينا من هالدول اللي كانت إلها حضارات عظيمة وكانوا عندهم آلهة الآلهة بالنسبة لهم هي الأشياء اللي بتحقق لهم متاعهم يعني إله الغلال إله الحب إله السلام إله لكل شي بيشوفوه بخوف إلو سلطة في حياتهم بسبع رب يعطوه إله وانا كانت الصعوبة هل يجب على المؤمن أن يدخل اليهودية أولا يتجهز بعدين يتحول المسيحية كخطوة ارتقائية فاختلفوا القديس بطرس والقديس بولوس وانعمل أول مجامع بإرشالي من القدس أول نقاش وحوار جدي قاعدوا على الطاولة يعني قاعدوا على الطاولة أو يتفاوضوا وقالوا للقديس بولوس خلاص إذن أنت وظيفتك تبشر الوثنيين أحمل البشارة إلى الأمم الأمميين يعني هم اليهود اليهود كان يسمونه الوثنيين أمميين وانت يا بطرس بما أنه أنت عارف الخلفية اليهودية وهيك انت بشر اللي من أصول وهون يعني الخلاف بسبب الحوار تحول إلى اتفاق نعم وبنطبقه بحياتنا بكنائسنا بما يسمى بالمجال السرعوية ما يسمى بالمجلس الاقتصادي الأسقفي اللي بيكون مع المطران مجلس اقتصادي يعني هذا يعني تواضع من الإنسان أنه يعني أنه أنا بفهمش بكل شي دكتور عباس ما بتفهم الموضوع الإعلامي أكثر مني أنا بفهم بالموضوع الإنسان خلقه صلواتي وكنيستي وأي بفهم ففي تخصص بهالحياة الإنسان الحكيم اللي هو شبهت لي وإحنا قبل الهواء ودائما هيك بعجب فيه إنه أعضاء الجسم الإنسان فيه رأس فيه إيدين فيه باقي أعضاء فالحلقة بدون مونتاج ما بتزبط وبدون مذيعة ما بتزبط وبدون مصور ما بتزبط ولكن فيه المخرج فيه المدير فيه الرأس اللي بده يقول الإيد تتحرك يمين أنت حطي شمال وهم فيه نار ارجع على وراء هاي الأردوات بتيجي الرأس الهرب بذلك الحوار هو بيحط النقاط على الحروف وبحط كل واحد له حده له أنت بتعرف أنه أنت وظيفتك مثلا خنقل إحنا في مجلس الكهني مجلس الكهني بدك تعرف أنه الأسقف هو صاحب القوار وأنت سلطة استشارية وليس سلطة تنفيذية يعني لو اختلفت كلكم مع الأسقف بديمشي كلام الأسقف فيه مكتب زي النورسات فيه من هذول لو اختلفنا كلياته في النهاية بده ليعطي القوار الحازم هو مدير المكتب بده يقول لكم يا عمي أنا باش أقول لك أنت وأنت في مر خلص أقول لك بدي أستغني عن واحد منكم لا سمح الله بيصير فيه قرارات بتر فيه قرارات خطيرة إذن الحوار ليس لأجل حوار بحد ذاته بس بشان أسمعك وأحكي وأدبسم لك وتلبسم لي وكل واحد يسوي لبراسه إذا أنا ما أخذ قرار لأنه أنا ما أخذ قرار وجاي مسبق بدي أه الناس تزكي قراري يعني بدي بظل أقنع فيه أقنع فيك أقنع فيك وأنت تقول لي عن هاي جدوتها محسوبة وعملناها ما بتزبط بهذه الطريقة عمالها بهذه لا بس ما هو يا عمي صارحني أحكي لي أنت ما أخذ قرار بالموضوع خلاص العاد لش تسألني ما أنا بدي أتأكد من حكي أنا ما بدي أتأكد من حكي بيشوف واحد تاني بيشوف واحد تاني بعدين بيكون هو قناعاته الشخصية لحاله هذا النضوج الفكري بسبب الحوار بدون الحوار نبقى عاجزين أمام نرجيسيتنا وأمام أنانيتنا وأمام أنه أنا لا أفهم وما حدا أفهم يعني أوكي أنا ما بفهم بهذا العمل ولا بفهم بهذا بس أنا بقدر تشرح لي وأستوعب لهذا مشان أخدر أخذ قرار في الموضوع عن فهم وعن دراي بس لا يعني أنه أنا بدي أمسك وأقسقس وأنا بدي ألحم وأنا بدي أعمر وأنا بدي أشتغل منه يعني وكل مشروع فيه مدير مشروع بيكون كبير المهندسين من المهندسين على أرض الواقع بيتناقشوا مع بعض بيشوفوا العلم بحكي هذا بتحمل ضغط الترساني بدك عشرة بار بدك يعني خمسة طن طن حديد يعني يسوع من البداية كان يحكي زي ما استشهد أبونا عن البناء البيت اللي مبني على الصخر المبني بأسس جيدة عائلاتنا من أهم الترساني اللي بتبنيها وبتثبت في حديثها هو الحوار عشان أعرف أنا هذا حطيته أنا أو لا ما حطيته أنا الكمية هاي مناسبة أو لا يعني على جميع الأصعدي يعني على مستوى البيولوجي الغذائي الأكل ما الأكل يعني بنشتهر بالأردن بأربع خمس أكلات معروفة هاي بنحب نظن نعيد فيها المنسف والمقلوبة ولا بتعيب فهنا ما تتناسب الأكل المناسب إيش الأشياء اللي أنت بتحبها إيش الأشياء اللي أنا ما بحبها في زي ما تفضلت أشخاص من الطفول اللي كانوا دفشين معي حسيت بكبر الواحد هو الشخص هذا مش قادر يتواصل معا لأنه في كان سوء تعامل بسبب سيئة مؤنم بالزبط يعني خصوصا دكتور إحنا تفاعلنا مع الحالات وهيك فالناس بتربط برات كثير للأسف الشديد يعني إنه الله اللي عمل هيك فبيسجر يشوفوا الكاهن هو الشخص اللي يعني قدام إيدهم يعني إنه ليش شرع حن إنت ليش أخذوا هذا شاب صغير هذا صار بشكل هيك فبيسيروا يشوفوك بمناسبة ثاني يكيشوا منه لأنه بذكرهم بهذه المناسب وعلى العكس اللي بيكون وقف معاهم وإعطاهم سابورت وحكا معاهم وزارهم وإيجا هيك ما بينسوها وحكيتيها حضرتك المرة الماضية إنه الناس بالعزاو اللي بيعطيهم الدعم الروحي والنفسي ما بينسوه بيضلوا بيحسوا إنه هو طمّنهم هو أعطاهم علامات كيف يسوع بيحكي عن الحياة نعني لها إذا النهاية بنلف بنلف ونرجع موضوع الحوار يعني بدنا نحكي بكل أشياء حتى المرات اللي ما عنا كثير معلومات فيها بس بدنا نأخذه نعطي بالحكي وأحيانا كثير في أشخاص كنا لما نروح على الأجرة اللي فيها كبار السن اللي بأخذه الرعاية خاصة بزي ذير الصليب وزي البيوت اللي مختصة بالكبار السن دكتورة ما بدو بس إلا أننا نسمع يعني وهذا قديش أنت تعطيه هذا الحوار الدافع على الأشياء الإيجابية الأشياء الحلوة إيه صحتك بتحسني هنشك حلو اليوم ما شاء الله عليك كده ببلّي شوي يحكي يحكي وهي تعبير عن الطاقات اللي داخلي فينا الحوار بعز ثقتي بنفسي بغض النظر عن عمري كنت صغير أو كبير يعني تعلمت شغلي لما بحكي مع الأطفال كثير صغار يعني أربع سنين خمس سنين لازم أركع ركبي وأنا بحكي معهم لما بظل يتطلع فيي زي هيك هو بتحسسه في نوع يعني وبعلم النفس هيدكتورة أنه لما أنا بركع على مستوى ويشعيني بعين وهيك بيحبر أكتر برتاح بحسها مع أولادي كمان لصغار بفرح فأنتي مشان تطلعي معك لفوق بدك تنزلي إلى تحت وبالحوار بدك يسمع الواحد في أشياء مزعجة في أشياء يا رب سامحني يعني بتكون نابعة عن فكر يعني سطحي بتحسي أفكار في أشخاص كبار بالعمر أشخاص يعني ما إلها دخل هذه الثقافة بالشهايد ولا إلها بالعمر ما فيه ناس شغلالين على حالهم بالحوار والثقافي وبيسمعوا بعض بس فيه ناس بتسمعهم يعني أفكار سطحية بتحسي قديش بدك تتواضعي من داخلك عشان يتكمل فكرته يعني ما تتقطعي يعني مرات بحكوا غلط مرات يعني بيتمادى أشخاص يعني بصيروا يحكوا بطريقة مزعجية وأرجع أنا بعمل هال بالزابط إنه يا حبيبي معليش توطر صوتك الله يرضى عليك صوتك علي هيك وطر صوتك شوية عشان أقدر أنا أستوعب هي ببطل أسمعك ودائماً منحكي بصياح والغضب اللي بعبر صوت العالي مضعف يعني بيكون يعني لأنه بجبرك أحياناً إنه يسيء الواحد وأحياناً الغضب ما بيكون بفكر الواحد إيش بحكي فممكن أحياناً أنا أجرح الشخص اللي قبالي وإحنا خصوصاً اللي درسنا يعني بالخمسة عشر سنة الماضية بالتدريس كثير ويتعلم الواحد إنه مية بالمية إذا بدك تغضب على الطالب بدك تسيء صبونا حيش مهمة كثير إنه موضوع الحوار يدرس يعني فيه مع أحد من الأصدقاء من أسد المتابعين يقولك إنه هذا لازم يدرس في مدارسنا تغبيئ الوطنيين لازم يدخلوا لازم يدخلوا موضوع الحوار والحوار الفعال والبناء في مناهجنا الدراسية لأنه أنت ما بتركن إنه كل الأهالي يعني علماء اجتماع وفهمين موضوع الحوار أو مثلا في كنيزنا كثير ضروري بالوعظات إنه نحكي على موضوع الحوار وأهمية الحوار يعني نحنا في الكنيسة لما بيحكي الكاهن الرائية أو بالأداس الوعظة والناس مستمعة يعني ما بيكون في حوار لأنه هن مطلقين فقط لكن كثير مهم إنه حتى ولو بالوعظات يحكي عن أهمية الحوار البناء والفعال وأنا بشوف كمان يعني بسهولة إنه ضيق الوقت لأنه إذا صار فيه حوار بالكنيسة بطول الوقت الأداس لكن فيه طبعا منابر أخرى مثلا التعليم المسيحي الأخويات مدارس الأحد الأخويات إنه يصير في نعم الحوار فهذا كمان الأسس الحوار البناء يدرس ويتعلم في هذه النشاطات الرعاوية وأيضا بالمدارس بالجامعات كمان ويعني نحن لجبنا هذا الموضوع المهم لأنه عم نصادف يعني بحياتنا كتير في من الصعوبات والعراقيل والمشاكل اللي بتصادف العائلات واللي عم نسمحها نتيجة ما في حوار ناجح وفعال عم يمارس في عائلاتنا بين الأباء بين الأزواج وأزوجاتهم بين الأباء وأولادهم بين الأولاد بنات بعض لأنه قدامهم المثل غير صالح يعني ما في حوار بين الأب والأم تالي الأولاد يتربوا على حوار فعال فما تحكوا لي إنه إنه الولاد يكون فيه بناتهم حوار فعال والأب والأم حوارهم غير فعال والصوت العالي والصياح أو برمي للبعض الكلمات الجارحة وقدام الأولاد الأولاد بيفهموا فبيتربوا على قلة الحوار بينطوب وبيغرفهم بيصيروا لواحدهم يترافقوا مع رفقاء تانين يتحاوروا معهم لأنه الإنسان مثل ما حكينا في البداية الإنسان خلق طفل اجتماعي بده ناس يتحاور معه فإذا ما لقى هذا في بيته البنت إذا ما لقى هذا في بيتها تتحاور مع أمها مع أبوها مع العائلة بتلاقي حدا تاني من رفقاء ورفيقاتها وأحيانا بيوقع الخطأ بين أنه يكون رفقاء السوق نحن بس هيك بدنا نطلع على بعض التعليقات من أصدقائنا المتابعين على صفحتنا واللي بنشكرهم جريس أنطون حتر صباحكم نور صفية سانجولو يارا السلكاوي عندنا كمان ماجدة البير بتقول عندما يأتي ولدي يطلب مني أخذ رأي في أي شيء أترك كل شيء وأتفرغ له قد لا يأتي فرصة أخرى للنقاش تضيع فرصة التقويم أننا كأبا أيضا نشغل أنفسنا بأمور روتينية عن أولادنا وهم أولوياتنا فعلا وقاتي كثير ماما بدي أقول لك شغلة تكون بعدين بعدين فمثل ما حكت الأخت ماجدة ممكن بعدين ما تيجي يعني تروح والولد وقتها ما بدو يحكي خلص يبطل فلا يعني إذا الأطفال أولوية نعطيهم الأولوية عندما نسمعهم فما في حدا يقول أنه ما في عندي وقت أو مش هل بسمع لك بسمع لك بعدين ما يعرفوا الوقت المناسب إمتى لسه ما أدرك وممكن عمر أكبر يعرفوا أنه وقت المناسب أبوي وأمي قاعدين مثلا وريئين بأجي بحكي معاهم لكن هذا برضو تدريب يعني من البداية يعملوا القانون في البيت أنه نهاري الجمعة مثلا استعرف لني بعد الفطور أو بعد وجبة العشا يعدوا ما سووا يتحدثوا مع بعض يوم الجمعة وهل لما وجود كورونا والحجر الصحي يوم الجمعة خصصوا ساعة من وقتكم بالحجر الصحي حجر المنذلي بالشامل يوم الجمعة أعدوا مع أولادكم احكوا معاهم شوفوا إيش عملوا خلال الأسبوع إيش أراءهم شو رأيهم بأفكار معينة استشيروهم بإشياء افتحوا معهم مجال الحوار يعني تركتلنا هاي السنة 2020 والله مستمرة مجال واجأة كورونا مع يعني المشاكل اللي رفقتها تركتلنا نفكر ببعض أكتر وزي ما أنت تفضل في بداية الحديث لمتنا على بعض أكتر يعني اللي ما كان عنده وقت هل صار عنده وقت فليش لا شكرا إليك مجدة على ملاحظتك أسد برقان لا يوجد لا يوجد اتفاق مطلق حول فكرة ولكن هناك توافق مرحلي أو اتفاق زمني لخدمة مجتمع أتمنى أن يكون هناك حوار حول الأمراض المجتمعية من مختصين أو ناشطين اجتماعيين مش غلط هذا نعمل واحدة من حلقاتنا القادمة يا أسد لا يوجد اتفاق مطلق حول فكرة ولكن هناك توافق مرحلي مش اتفاق لكن توافق نعم أو اتفاق زمني لخدمة المجتمع فعلا كلام سليم سيد أسد وفراس عذر صباحكم نور يسعد صباحكم لميس نبر حره من سان فرانسيسكو يسعد صباحك ليل عندهم هلها نعم ففي نهاد شربل أيضا وحنى زغيب وكل الأصدقاء اللي بيتابعونا يعني نعرج عليكم واحد واحد طبعا نتمنى انه نحكي معكم ونحاوركم جميعا لكن هلها نطلع هيكي شوية فاصل صغير قبل ما ننهي حلقتنا نعم فشباب فاصل نريح الناس عدنا إليكم متابعينا طبعا احنا اجينا على نهاية برنامجنا الصباحي صباحكم نور نشكر كل من شاركنا بملاحظات أو بتعليقات أو برضو كمان بأفكار شاركنا فيها منشكرهم جدا طبعا طبعا موضوع الحوار وأهمية الحوار بالأسرة مع الطفل نحنا عطينا فكرة عامة عن هذه عن موضوع الحوار وأهميته لكن طبعا بطريقة لهوتية اجتماعية أسرية وأيضا خبرات يعني خبرتنا احنا الشخصية كأبونا ككاهن وأنا كربة أسرة أيضا وأم وأيضا جدا تأتيت كمان عم بكبر بحالي بس يعني الواحد ما بقدرش أنه يلغي هالفكرة طبعا في موضوع الحوار في نقاط كثيرة طبعا احنا ما حكيناها بالتفصيل مثل ما هو مسكور يعني إذا انتوا على الجوجل حابين معلومات أكتر بتقدروا تعملوا بحث على الجوجل على موضوع الحوار وأهمية الحوار البناء بين أفراد الأسرة بين الطفل وطبعا الحوار شو أفائته للأطفال يعني فيه أشياء كثيرة نحنا كتبناها هون كان ممكن أنه نحكيها لكن نحنا حبينا نحكي ونشارك خبرتنا الشخصية مثل ما هون مسكور يعد مفتاح العلاقات الطيبة والجيدة بين الزوجين كما يعد عاملا رئيسيا في تربية الأطفال بصورة إيجابية الحوار بين الوالدين والأطفال يمنح القدرة للأطفال على التواصل مع الآخرين في المستقبل يساعد لاعتراف الأخطاء الشخصية من قبل الأباء إثناء الحوار أمام الأبناء على تقليد هذا السلوك الإيجابي من قبلهم يعني هاي بعض النقاط اللي أنا لخصتها واللي حكيناها وذكرناها من ضمن الحديث يساعد الحوار على مشاركة الأبناء القصص الشخصية والتحدث عن التجارب الخاصة يساعد على التعبير عن الاهتمام الحماسي بشؤون الطفل والتركيز على مصالحه حيث يضمن جذب الطفل للاشتراك في الحوار وتعزيز وتقوية العلاقات الأسرية يساعد الحوار على تفهم إحباطات الطفل كثير بيكون فيه عنده إحباطات أن الحوار بتخلي الواحد أنه يفهم هذه الإحباطات خيبات الأمل التي شعر بها والمشاركة فيها وتعليمهم المشاعر المتعلقة بالحزن وخيبات الأمل والقلق وأنها جزء من الحياة الشخصية وتعليمهم أنها مشاعر مؤقتة تزول مع مرور الوقت ومساعدتهم على التعبير عنها أهمية تنظيم الحوار الأسري يمكن أن ينشأ الحوار بين أفراد الأسرة في أي وقت من الأوقات أنتوا بتختاروا الوقت المناسب وتحددوا وتقولوا أنه لكل هلأ في عنا الحوار على الواتساف بحطوا هو نوع من أنواع الحوار أنت بتعمل للعيلة بينك وبين ولادك وزوجتك فبتتحور وبتلاقي على الجروب واللي بحكي كلمة كثير نحن بناء على هذا الحوار على الجروب لأنه كل واحد بمنطقة هو جزء من الاجتماع الأسري بس الافتراضي يعني في عالم الافتراض مش عالم الواقع لكن لازم ضروري المواجهة هتطلع في عين أولادي طبعا مهمة هتطلع بعين زوجتي زوجتي تطلع في عين زوجها الأولادي يتطلعوا بعين بعين بعض يشوفوا التعبير يشوفوا بسموا لغة الجسد كمان ضروري جدا هذا كمان ما ينضلوا الحوار افتراضي بيني وبين على السوشيال ميديا على الجروب مع أنه بيساعد أحيانا أني أوصل فكرة أو معلومة لكن مش غلط أنه تطلبوا اجتماع تتفقوا عليه كله تحطوا رسالة على الجروب وتقولوا بنا نعمل جلسة حوار أسرية يوم الجمعة الساعة كذا وكذا عشان الكل يلتزم فيها فهذا جزء كمان أستعمل التكنولوجيا في تحقيق أهدافي بالضبط يعني على الأقل مرة بالأسبوع على الأقل يعني فيه كتير نصائح عن موضوع يعني حطينكم حتى جداول إيش تحكي مع ابنك وكيف تحكي وكيف تتصرف كذا وهيك وعد نحن بحلقة واحدة ما بنقدر نحكي هذا الكل نحن بهاي الحلقة بس يعني حطينا إضاءة على أهمية هذا الموضوع يكون جزء من حياتنا حياتنا بين أفراد أسرتنا بين أفراد شغلنا بين مجتمعنا دينيا لهوتيا حتى الحوار بيني وبين الله كيف يكون أنا خصص وقت أعمل حوار بيني وبين الله يعني زي ما بدي أخصص وقت لأولادي أخصص وقت أعود فيه بيني وبين الله انفرادي أحكي مع ربنا أعطيه هموم هو بيسمع مظبوط أنت مش شايفه ومش راح تشوف تعبير جسد وزي ما بقول البضي لا لكن هو بيسمع لأنه هو قال لنا أنه تعالوا إلي هو اللي قال اطرق بابي وأنا بفتح لك هو اللي خبرنا هذا الحكي وأعتقد أنه هذا الكلام كافي لننهي في حلقتنا هذا اليوم لالبرنامج صباحكم نور ونتمنى لحلقاتنا الجاي نحمل كل ما يفيد يفيدكم ويجلب الهنة والسعادة مرة تانية منقولكم كل سنة وانتوا سالمين على السنة الجديدة يا رب سنت خير وبركة لكل الجميع لعائلاتنا أفراد أسرنا لأولادنا لمجتمعنا لكهانتنا وأيضا نتمنى عياد مجيدة مباركة لأخوتنا الأرتودوكس اللي بعيده حسب الطقس الشرقي كل عام بخير ونلقاكم من جديد كمان بعيد الغطاص السبت الجاي كمان أنه نقولكم عيد الغطاص ما تنسوا المتابعة وأيضا الشير مناش نوصيكم شير ولايك هذا بيزيد كمان من انتشارنا لكل إذا أنت استفدت حتى يفيد غيرك كمان تعمل مشاركة على هذا البرنامج ومن يحتاج إلى النصيحة والإرشاد وكنا مرشدين بهاي الحياة كل واحد حسب وجوده وخبرته فصباحكم نور وأبونا تعطينا البركة الختام مية ومن أول صباحكم نور وإلى اللقاء نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشوكة أرح القدوس فلتكن مع جميعكم سلام المسيح معكم أيضا سلام المسيح اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر